أهلا وسلام بحضراتكم مرء أخرى عزيزي المشاهدين كابتر رمضان قبل ما أخد نصائح حضرتك من وجهة نظرك من الحصان الأسود للمصابق الدوري العام حتى الآن المصري 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 طبعا بيؤدي مبارات جيدة مع علي مهر بيؤدي مبارات جيدة جدا مع علي مهر وأعتقد أن علي مهر عمل تطوير في أداء لعبة نادي المصري بشكل كبير جدا 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 ويمكن كمان هو خسر مبارات يعني المفروض أنه هو كمان كان فيها الأفضل كان ممكن يكمل كمان أفضل من كده كمان فالمصر بيعتبر الحصان الأسود طبعا من أكتر السلبيات اللي بتشوفها في الدور يبقى بشكل كامل يعني يمكن فيه فرق الحقيقة بدأت بدايات قوية جدا ووقعت ما كملتش ويمكن كان حتى الناس كلها بتتكلم عليهم أنهم ممكن يخشوا مصلا مربع من ضمنهم مصلا فرقة سراميكا الحقيقة يعني عملوا بداية قوية ولا أروع وبعد كده الحقيقة المستوى نزل بشكل جديد حتى في النتائج محل نفس الحكاية محل برضك برضو من الفرق اللي بتقال عليها الحصان الأسود ولكن بقى لهم خمس مباريات بيخساروا أربع خمس مباريات بيخساروا برضك وربع فدي ممكن السلبية اللي موجودة يعني أنت بدأت عملت بداية قوية أعتقد أن كان مفروض الفرقتين دول يكملوا بشكل قوي من وجهة نظرك هل في مفاجآت في الدوري العام ممكن تحصل في الدوري حزور على الدوري أو في الهبوط يعني في الهبوط هي لسه ما تدرش تحسيمها رغم أن في فرق بتتكلم عن الانتاج بس فجأة كده بيكسب مثلا مباراة صعبة جدا مباراة المصر الحقيقة مثلا البنك الأهلي وبردك بيكسب مباراة صعبة جدا لكن هي الليبناط بتقول أن فيه مثلا أربع خمس فرق هيفضلوا برضك يصارعوا كده على أساس أن مين اللي هينجوا بينهم الحقيقة صعب أن أنت تتكهم بها دلوقتي لأنك أنت حتى لو قلت مين دلوقتي يبقى فيها عملية إحباط حتى النقطة 34-35 هي اللي هتبقى النقطة 36 36-37 كمان لو الفرق اللي تحت دي بتدت تواصل الفوز يعني لو البنك والإنتاج وصلوا الحقيقة الفوز هتبقى توح لل37 أو 36 في قمة القمة هتبقى أهل وزمالك فقط لغير يعني أنه دي الأهلي درميزي بعيد مصري بعيد سموحه بعيد لا لا لديها دي بعيدة خالص أن هم يخشوا على المنافسة على البطولة لكن ممكن ينفسوا على المربع لكن البطولة هتبقى أهلي وزمالك أهلي وزمالك تبقى أهلي وزمالك